ثم قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمت هذه سورة الإخلاص وهي السورة التي تعدل ثلثة القرآن ومعنى قل هو الله أحد يعني الله هو الأحد هو الأحد في ربوبيته وهو الأحد في ألوهيته وهو الأحد في أسمائه وصفاته فالواجب على كل أحد أن يوحد الله عز وجل التوحيد الأتم والأكمل وسيأتي مزيد لأنواع التوحيد وبأي لأنواع التوحيد غدا إن شاء الله تعالى لم يلت ولم يولت لم يلت جل في علاه لأنه ليس بحاجة إلى الولد ولم يولت لأنه جل في علاه هو الأول فليس قبله شيء وهو واجب الوجود كما يعبر المتكلمون وهو الذي خلق جميع الكائنات فلا يمكن أن يكون مولودا لأنه جل في علاه هو الأول فليس قبله شيء قال ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له معادل ولا مساو ولا شريك لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته